خبر لا يهم السوريين ولا يعني شيئاً للكثير منهم فلا الأم التي تنتظر ابنها المعتقل تلقي له بالا ولا المهجر في خيمته تأمل أن يعيدوه إلى أرضه إلا أن فنادق جينيف لن تحجز الاجتماعات اللجنة الدستورية أواخر هذا الشهر كما كان مقرر الاجتماعات اللجنة الدستورية في جينيف قصة طويلة فهي مؤلفة من جولة تتبعها جولة وقد وصلت إلى الثامنة منها من دون أن توثق أي نتيجة في جولتها السابقة إلا أن تحدد موعد الجولة المقبلة دوامة من المحادثات والتفاصيل وإضاعة الوقت على حساب الدم السوري ولكن هذه المرة حتى الجولة القادمة أي التاسعة تم تأجلها بناء على طلب وفد النظام وفد النظام طلب تأجيل الجولة القادمة لسبب يظهر مدى ارتهان قراراته بالإرادة الروسية وأوامر موسكو فطلب التأجيل لم يأتي لأي مصلحة للسوريين ولو شكليا لكن وبالحرف فإن النظام سيكون مستعدا للمشاركة في الدورة التاسعة فقط عندما تتم تلبية ما وصفه بالطلبات المقدمة من الاتحاد الروسي أما الطلبات الروسية المعلنة فكانت نقل اجتماعات اللجنة الدستورية إلى مكان آخر بعيدا عن جينيف وذلك كما صرحت موسكو بأن السبب هو المواقف العدائية لسويسرا تجاه روسيا وذلك على خلفية غزوها لأوكرانيا مقترحة عدة دول عربية للاستضافة وهي عمان أو الإمارات أو الجزائر وهذا يعني سحب ملف الدستور من أمام أعين الأمم المتحدة لإدخال المفاوضات برمتها في عبثية جديدة لا تسمن ولا تغني من جوع